وفي ملف انضيصلة بالضغط السياسي نفت رئاسة الجمهورية المصادقة على أحكام الاعدام الصادرة بحق المحكومين بالجرائم الإرهابية وضيحة نانا الترويج لهذه الأخبار الكاذبة التي يروز لها أعداء العراق إنما تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة دعت رئاسة الجمهورية من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوفي إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم للرئاسة من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة وأكدت التزامها بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين الذين اطلت خط أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاصة ترجمة نانسي قنقر